خلينا أقول شهادة شخص عظيم جدا ويعتبر كما قال يسوع المسيح لم يقم من بين المولودين مثل شخصية يحنى المعمدان يعني يحنى أعظم من أي نبي في العهد القديم لأنه جاء مهد الطريق ليسوع المسيح وشهد للمسيح يعني هو يعتبر حلقة الوصل يعتبر الجسر بين العهد القديم وبين العهد الجديد فجاء ليهيئ الطريق وليعد شعب ليوجه هذا الشعب إلى يسوع المسيح يحنى المعمدان كان يعتبر واحد من أعظم الأنبياء قبل يسوع المسيح كان مؤثر جدا على الناس كانوا يأتون من كل حدب وصوب حتى يعتمدوا على يدي يحنى المعمدان ولكن يحنى ظهر نوره بسيط قبل ما قطع رأسه على يد هيرودوس أنتيباس لكن بهاي الفترة وجه كل أنظار الناس إلى المسيح هو أقر أنه ليس المسيح بل وجه أنظار الناس هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم فيحنى المعمدان قدم أعظم الشهادات عن يسوع المسيح ومهم جدا الناس تذكر العايش في أيام المسيح بتعرف يحنى وبتعرف يسوع ومفيش أي كلام ممكن أنت تتلخبط فيه لا 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 الناس كله عارفة عارف يحنى وعارف عن المسيح لكن يحنى أحباء الشهد بكل أماني أنه ليس المسيح يحنى شهد أن المسيح هو الفادي شهد لأزلية المسيح شهد للهوت المسيح قال عن المسيح أنه ابن الله شهد أن المسيح هو الديان الذي رفش بيده سيأتي في آخر الأيام شهد عن المسيح أنه هو المسيح يعطي الحياة الأبدية شهد لطبيعة المسيح أن المسيح هو النور الحقيقي الآتي إلى العالم شهد للمسيح أنه مرسل جاء من عند الله الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع وشهد أحبائي أن على تفوق يسوع المسيح فالمسيح متفوق على سائر الأنبياء وعلى سائر الرسل فإذن شهادة يحنى تعتبر واحدة من أعظم الشهادات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر